وحول تضحيات رجال الجيش والشرطة أكد رئيس السيسي أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم ودماءهم لاستقرار الوطن فقال رئيس السيسي أنه اتخذ قرار الحرب والبناء عندما بدأت المعركة مع الإرهاب عامي 2013 و2014 إرهاب في 2013 و2014 والغاية يمكن شهور قليلة مضت كانت كل المصريين ويفتكروا كده كانت الناس بتقود يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا إيه هو الكبوس ده هياخدنا وياخد أولادنا ولا إيه وكت واثق من الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبداً الشر أبداً لا يمكن أبداً ينتصر على أهل الخير أهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعة وقسود وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم ليمكن أبداً هتنجح في النهاية الخير هينجح وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده فكانت القرار لأ احنا هنحاربهم وحنبنيهم ترجمة نانسي قنقر